موسيقى تظاهرات عمالية في عدد من الولايات الداخلية تخليدا للعيد الدولي للشغيلة موسيقى دينة ألاك تحتضر أعمال طاولة مستديرة نظمها قطاع العمل الاجتماعي حول إشكالية الأطفال فاقد السند العائلي موسيقى ألا بكم إنما كنتم في التفاصيل خلدت عدة نقابات عمالية صباح اليوم في مدينة النعمة العيدة الدولية للشغيلة بسلسلة من الأنشطة تضمنت مطالب بالتحسين من ظروف الشغيلة النقابات العمالية التي اختارت ساحة الولاية مكانا للتجمع ضمت الكونفدرالية الاطنية للشغيلة على مستوى الحوض الشرقي تم انضمت ليها نقابتان مستقلتان للمعلمين مطالب الحضور تصدرتها الدعوات إلى زيادة الأجور وخفض الأسعار بالإضافة إلى المطالبة بتوزيع عادل للقطاع الأرضية ما شكلت الفعالية فرصة استعرض خلالها العمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية إضافة إلى عرض التحديات التي ما تزال قائمة في مجال العمل والعمال كما خلدت الشغيلة الوطنية في مدينة العيون فاتح مايو العيد الدولي للشغيلة بوقفة احتفالية في ساحة ولاية الحوض العربي المزيد عن هذه التظاهر نتابعه في سياق التقرير الشغيلة في ولاية الحوض الغربي تحتفل بفاتح مايو العيد الدولي للشغل بوقفة احتفالية بساحة الولاية في مدينة العيون رفعت فيها مطالب العمال في مجالات الإعلام العمومي والخصوصي وفي مجال البنى التحتية إضافة إلى مطالب العاملين في ميادين السجل السكاني وعمال الكهرباء المطالب في عمومها تتعلق بضرورة رفع الوجور وتسوية وضعيات بعض العمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم والي الحوض الغربي أحمد مماد كلي رفقة السلطات الإدارية والأمنية هنأ الحضور بهذه المناسبة المهمة لكل العمال والتي تعد نتاج نضال كبير قادته الحركة العمالية العالمية وأصبح موعدا سنويا لبحث مشاكل وهموم العمال للبحث لها عما يناسبها من حلول وتسلم الوالي بعد ذلك العرائض المطلبية لمختلف النقابات المشاركة في الوقفة ليعقد اجتماعا بعد ذلك مع ممثل هذه النقابات مبينا لهم أن مختلف مطالبهم سترفع إلى الجهات المعنية بعد أن اتيحت لهم الفرصة للتعبير عن رائهم ومخترحاتهم للتحسين من جودة العمل والرفع من مستوى مبينين إسهام العمال في تنمية البلد وتطويره وسعيهم لمواصلة السير على هذا الدرب لتكتمل بذلك فعاليات الاحتفال بيوم الشغيلة العالمي على مستوى ولاية الحوض الغربي وآمال العمال وطموحاتهم أن يكون الاحتفال القادم احتفالا بتحقيق مطالب اليوم لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون احتضنت الساحة الرسمية بمدينة كيفا صباحا اليوم فعاليات تقرد العيد الدولي للشغيلة المزيد عن هذه الفعاليات نتابعه في تقرير مراسلنا في مدينة كيفا في إطار احتفالية العيد الدولي للشغيلة بمدينة كيفا تنادت جمع العمال المنتظمة في مسيرات راجلة إلى الساحة العمومية الواقعة أمام مباني ولاية العصابة حيث تلا ممثل اتحادات ونقابات العمال المطالب العمالية التي ثمنت في مجملها ما تحقق من مكاسب مؤخرا في إطار استراتيجيات الدولة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الفئات العمالية بما في ذلك زيادة رواتب العمال وزيادة رواتب المعلمين والأساتذة والمؤاطرين وكذا زيادة علاوتي البعد والطبشور بالإضافة إلى الإعانة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد رواتب المتقاعدين شهريا وغيرها من البرامج الاجتماعية كما تضمنت العرائض المطلبية لمختلف الفعاليات العمالية خفض أسعار المواد الأساسية وتعمم جميع العلاوات والامتيازات المقدمة من طرف الدولة على جميع العمال في القطاعين العام والخاص وكذا استفادت العمال من السكن الاجتماعي وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة لخلق مناخ تنافسي إيجابي في شتى الميادين والمجالات العملية ودعم أصحاب المهن والحرف البسيطة وشملت المطالب كذلك زيادة أجرة الحمالة ودمجهم في برامج الدولة الاجتماعية مطالب العمال شملت أيضا المطالبة بمساواة موظف التعليم في علاوة البعد وذلك بإلحاق المعلمين بزملائهم الأساتذة وكذا تطبيق وشفافية بعاير الترقية وقد استقبل والي العصابة سيد عبد الرحمن للحسن في مكتبه ممثلي ومناذب مختلف الفعاليات العملية حيث تسلم عرائضهم المطلبية مبرزا ما تريه السلطات العليا في البلد من عناية واهتمام بالعمال في كافة القطاعات مؤكدا سعي الدولة الجاد إلى تطوير قوانين العمل وتحسين ظروف العمال عبد الرصوفي قناة الموريتانية مدينة كيفة ومن كيفة إلى مدينة كيهيدي حيث خلدت بعض النقابات العمالية الفاتحة من مايو بتنظيم مسيرات انطلقت من شارع المطار باتجاه مبنى الولاية وقد رفع العمال في هذه المسيرات الشعارات تطالب بزيادة الوجور العناوات ووضع آلية لمواجهة ارتفاع الأسعار كانت شاقلة الوطنية في ولاية غورغل على موعد مع تخليد الفاتح من مايو والعيد الدولي للعمال حذ شهدت شوارع مدينة كيهيدي مسيرات راجلة شاركت فيها مختلف النقابات والمركزيات الموجودة في ولاية غورغل وقد رفع المشاركون والذين ينتمي معظمهم لقطاعية تعليم وصحة شعارات تطالب بتحسين ظروف العمال والحد من ارتفاع الأسعار وزيادة العلوات وفتح قنوات تشاور دائم مع النقابات من أجل تحقيق كافة المطالب التي يطمح لها العمال وقد توجت هذه المسيرات بعقد مهرجانات خطابية أمام مباني الولاية تحدث فيها مسؤول النقابات عن مطالبهم الرئيسية التي تتعلق أساسا برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات للمتقاعدين وتطوير ظروف عمال القطاعي الصحة والتعليم وفي مباني ولاية غورغل تسلمت سلطات الإدارية العرائض المطلبية لأربع نقابات مركزية هي الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا النقاب المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي النقاب الوطني المستقلة للمعلمين فرع ولاية غورغل والمكتب الجهوي لنقابة صحفيين الموريتانيين محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي خلدت العديد من النقابات العمالية بمدينة ألاك صباح اليوم العيدة الدولية للشغيلة وقد تقدمت هذه النقابات بعريضة مطلبية تضمنت جملة من المطالب من داخل مقر ولاية البراكنا تم تخليد اليوم الدولي للشغل عبر هذه المسيرة الراجلة التي ضمت العديد من النقابات العمالية وأمام مكاتب الولاية استقبل والي البراكنا محمد السالك النقابات المشاركة في الفعالية وأكد بشكل مباشر أن السلطات العليا في البلد تعمل على تحسين أوضاع العمل في شتى المجالات ورفع من مستوى أداء الشغيلة الوطنية تأتي هذه التظاهرة في إطار الفعاليات التي تنظمه الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية من أجل مواكبة العمال والسعي إلى تعزيز القدرات المعنوية والماتية لهم وقد تضمنت العريضة المطلبية للنقابات المشاركة في التظاهرة طرورة العمل على زيادة الأجور وتوفير ظروف المناسبة للعمال وخلق المزيد من الفرص لهم في القطاعين العام والخاص عبدالدود السدنة الموريتانية مدينة أليك وعلى مستوى أولئة تريرزا خرج العمال بمدينة روسو في مسيرة راجلة نظمتها عدة نقابات عمالية تقريدا للعيد الدولي للشغيلة المزيد عن هذه الفعاليات تتابعه في التقليد عمال المؤسسات الوطنية العمومية والشركات الخصوصية في مدينة روسو خلدوا العيدة الدولية للشغيلة باحتفالية دائبة ومثلوا النقابات العمالية النشطة في الولاية على تنظيمها في مثل هذا اليوم من كل سنة المحور الأول من الاحتفالية تمثل في مسيرة راجلة بدأت صباحا من ساحة الجامع العتيق وامتدت على طول الطريق الرئيس الرابط بين سوق المدينة وحينجربل المسيرة حمل فيها العمال شعارات تهنئ الدولة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الدولي للشغيلة الذي يخلد هذا العام في ظرف زمني شهدت فيه بلاد إنجازات كبيرة لامست بشكل مباشر واقع قطاع العمال على المستويين العام والخاص وهو من عكس على عطاء الموظف داخل المؤسسة وعلى ظروفه المعيشية في البيت مسيرة عمال روسو انتهت عند منصة رسمية حيث كان والد رارزا محمد أحمد مولود في الموعد رفقة وفد من السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية ومفتش الشغل لاستلام العلائض المطلبية من ممثلي النقابات الجهوية العمال وهي السانحة التي انتهزها الوالي فرصة للتذكير بأهم ما تحقق من نجازات في السنوات الأخيرة لصالح الشغيلة الوطنية تمشيا مع التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيه الغزواني التي تضمنها برنامجه الانتخابي مبينا أنه بفضل الشراكة بناءه مع شركاء الاجتماعيين تم تحقيق العديد من الانجازات ذكر منها مواصلة مشروع تعزيز قدرات مفتشي ومراقبي الشغل لأعماله خدمة لتطبيق الأمثل والصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي ومواصلة تطوير الترسانة القانونية من أجل ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من طرف بلادنا وتقريب مصالح الشغل من المستخدمين حتى تغطي جميع التراب الوطني هم مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والإدارات العومية المعنية من أجل تعزيز قدرات المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ويعادة تشغيله المحور الثاني والأخير من التظاهر خصصة لقراءة العرائض المطلبية التي تقدم بها اتحاد العمال الموريتانيين بروسو والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بمناسبة هذا اليوم الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة مختار بابو الأحمد وقناة الموريتانية مدينة روسو خلدت الشغيلة الوطنية على مستوى ولاية أدراب العيدة الدولية للشغيلة وتميزت التلاهورة العمالية بتنظيم مسيرة رفعت خلالها لفتاة تدعو إلى تحصيل الظروف المعيشية والمهنية للعمال في مدينة أطار تميز تخليد فاتح مايو العيد الدولي للشغل بتنظيم مسيرة رفعت خلالها بعض الشعارات التي تعبر عن مشاغل وتطلعات العمال على المستوى الجهوي وقد شارك في هذه التظاهر كل من اتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والنقابة الحرة للمعالمين واتحادية الجزارين إضافة إلى فرع نقابة صحفيين بولاية أدلال وشملت الشعارات المرفوعة المطالبة بجلسة الأجور وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم القوة الشرائية للعمال والترسيم وخلال المهرجان الخطابي الذي توجه مسيرة العمال الذين يستقبلوا من طرف والي أدلال عبدالله والمحمد محمود رفقة السلطات المحلية والأملية والمنتخبين استعرض المنسق الجهوي للعمال منذوب اتحاد العمال الموريتانيين محمد الخامس وللحسن أهمية هذا العيد ورمزيته في إطار النضال الدوبي والمسالم من أجل تمكين العمال من حقوقهم بعد ذلك تم تسليم العرائض المطلبية للنقابات والاتحادات المهنية للسلطات الجهوية والتي أجمعت على زيادة الوزور والحماية الاجتماعية الشاملة ودمج وترسيم العمال غير الدائمين بمن فيهم عمال موساة الإعلام العمومي إضافة إلى تعميم كافة العلاوات والزيادات المقدمة من طرف الدولة لجميع العمال واكتتاب المزيد من الدي العاملة الفاغة وللشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار نظمت عدة اتحادات ونقابات عمالية صباح اليوم في مدينة نوذيبو مسيرات راجلة جابت عديد الشوارع الرئيسية في المدينة تخليدا للعيد الدولي للشغيلة المزيد عن هذه الفعاليات أرصده التقرير مسيرات متعددة تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية نوذيبو تخليدا للعيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة تعددت شعارات المطالبة بمزيد من العناية بالعمال ومثمنة ما تحقق من مكتسبات وكان في استقبال ممثل النقابات والروابط العمالية والي داخل تنوذيبو ماحيو الحامد الذي تسلم العرائض المطلبية للشغيلة في المدينة مستمعا إلى أبرز المطالب المطروحة في هذا الصدد واستعرضت 18 نقابة عمالية أمام والي الولاية أبرز العرائض المطلبية التي شملت المطالبة بتعميم زيادة الراتب على جميع القطاعات وإعفاء الرواتب من الضرائب ومراجعة الاتفاقيات الجماعية لعمال البحر وزيادة التعويضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الأدنى للأجور وتعميم التأمين الصحي ومضاعفة المعاشي بالنسبة للأرامل كما ثمنت النقابات ما تحقق من اهتمام بالشغيلة الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية الشيخ الحميد الموريتانية مدينة نوذيبو جابت عدة مسيرات عمالية شوارع مدينة الزويرات صباحا اليوم احتفالا بذكرى العيد الدولي لشغيلة قد حمل العمال لافتات تضمنت عدة عرائض مطلبية على وقع خصوصيتها العمالية خلدت النقابات النشطة بولاية تيرس الزمور إذا شغلت الدولي كعادتها كل عام بمسيرات عمالية جابت شوارع مدينة الزويرات حملت خلالها لافتات ضمت شعارات وعبارات مطلبية للعمال وذلك قبل التوجه مناديب العمال إلى مباني الولاية ليجتمعوا تباعا بالوالي محمد المختار والعبدي الذي هنأ العمال بعيدهم مستمع لمطالبهم ومؤكدا لهم إصالها للجهات المعنية ومطالبا في ذات الوقت من العمال المثابرة والتحلي بروح المسؤولية ونبذي الكسل من جهتهم مناديب العمال قدموا بشكل رسمي عرائضهم المطلبية التي تضمنت أساسا نطالب باكتتاب العمال المتعاونين بالمؤسسات العمومية وتوقيع عقود مع عمال المؤسسات الخصوصية وجعل التأمين الصحي شاملا لكافة العمال في القطاعين العام والخاص بالإضافة لزيادة العلوات والحوافز متأل الصادق قناة موريتانية مدينة الزوارات وفي ولاية تنشير نظمت الفعاليات النقابية والعمالية تظاهرات بمناسبة العيد الدولي للشغيلة ما خلالها تقديم العرائض المطلبية التي تعكس تطلعات الشغيلة إلى ساحة الاستقلال بمدينة أكجوجت تنادى ممثل اتحادات نقابات العمالية بالمدينة حاملين اللافتات المعبرة عن مطالبهم في يوم العيد الدولي للشغل منصة الخطابة تعاقب عليها المتحدثون باسم العمال وقدمين مطالبهم أمام والي إنشيري دريسا دنبا كوريرا الذي تسلم رفقة السلطات الإدارية والأمنية وعمدة بلدية أكجوجت والمفتش الجهوي للشغل العرائض المطلبية المقدمة من طرف الاتحادات والنقابات العمالية على مستوى الولاية والتي تضمنت في مجملها تحسين وضعية العمال وتصحيح وضعيات البعض الآخر وتلبية بعض المطالب المتعلقة بحقوق العمال في الاكتتاب والحقوق المترتبة على الفصل بشكل تعسفي النقابات طالبت بتحيين مراجعة مدونة الشغل الموريتانية لتتماشى مع متطلبات العمال في الوقت الحالي وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفض التسريح الجماعي للعمال من أجل ضمان حماية العمال وأسرهم كما طالبت النقابات العمالية محاكم الشغل بإصدار الأحكام في القضايا المعرضة أمامها لضمان نفاذ العمال لحقوقهم بصفة عادلة المتدخلون أكدوا ضرورة ولوج العمال للخدمات الصحية والتأمين الصحي للذين لم يستفيدوا منه حتى اللحظة بالإضافة إلى التكوين المستمر لزيادة الإنتاج وتطوير مستويات العمال بشكل دائم المكتب الجيوي لنقابة الصحفيين الموريتانيين على مستوى ولايتي شيري سلم عرضة مطلبية تضمنت مطالب عديدة من ضمنها ضرورة كتاب المتعاونين في مؤسسات الإعلام عبدالله والإسلام الموريتانية مدينة وقشوشت وفي موضوع آخر احتضن مقر ولاية البراكنا زوال أمس فعاليات طاولة مستدرة منظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حول إشكالية الأطفال فاقد السند العائلي وتبحث هذه الطاولة التي أشرف عليها والي البراكنا محمد السالك مختلفة لإشكالات والقضايا ذات الصلة بهذه الظاهرة وإنجع الحلول المناسبة لعلاجها وفي هذا السياق أكد الوالي أن إشكالية الأطفال فاقد السند العائلي تتطلب توحيد جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفي ذات الصدد أوضحت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تومي تعقوب أن هذا اللقاء سيمكن من وضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وانعكاساتها السلبية على الأطفال والمجتمع بشكل نعم احتضرت قاعة الاستماعات ببلدية روسو مساء أمس اجتماعا تحسيسيا انضم بعضة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة بابا والبوميس وبحضور نائب رئيس جيات ترارزة همت البلال بعدد من عمد البلديات في بلاد ترارزة وممثلين عن الأحزاب السياسية وممثلين عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني النشطة في الولاية والصحافة المحلية قد ناقش الاجتماع الإجراءات والترتيبات المتخذة على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة بدءا بتقييم سير المراجعة الاستثنائية للآيحات الانتخابية ودعوة الشركاء والفاعلين إلى الاسهام في التعبير والتحسيس بأهمية هذا التسجيل خاصة لمن بلعوا سن التصويت مؤخرا ولم تشملهم عمليات الإحصاء في المراحل السابقة رئيس بعثة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الروس وتحدث عن طبيعة مهمة البعثة في الولاد تعالفريق من اللجنة المستقلة للانتخابات هو أنه يبلغ رسالتين الرسالة الأولى لأن احنا نحضر استحقاغات الرئاسية إن شاء الله يوم الساعة عشرين يونيو الفين واربعة وعشرين هذا التحضير يطلب ياسم العمل عن المستقلة اللجنة المستقلة المركزي إعداد جدولة مقاربات معالجة المشاكل تقييم الانتخابات الماضية واللي وضاح أنه من اختلالات اللي ما اندوره يتكرر وهذا التحضير لأنه بعد كل شي يبدأ به إعداد الليحة انتخابية هي اللي دوره تعود من يومون 11 إبريل الماضي دورة تعرفون أن طلقت هنا عملية المستوى بعد تنصيب اللجان وكلاعي صائعين مراكز التصويت فاتحين فاتحين السجلات فاتحين التسجيل للتسجيل على القائمة الانتخابية إذن بالنسبة لنا هذه المرحلة الأساسية ندعوكم أنتم وصل مرحباً الدولي للشغيلة دينة ألاك تحتضن أعمال طاولة مستديرة نظمها قطاع العمل الاجتماعي حول إشكالية الأطفال فاقد السند العائلي شكراً لكم إنما كنتم على كرم المتابعة دمتم فيمن الله وحفظه شكراً لكم